فتاة جميلة من أسرة فقيرة ملتزمة بطاعة الله تقدم لها رجل ثري للزواج بها وعندما سأل والدها عنه علم بأنه لا يصلي واستولى على إرث إخوته ومع ذلك أقنع ابنته بالموافقة حتى تخرج من الفقر وبأنها ستستطيع تغييره للأفضل بدينها وصبرها فوافقت وبعد الزواج توسرت لزوجها كي يصلي ويترك المعاصي ويعطي إخوته حقوقهم ولكنه كان يعتدي عليها بالضرب وبعد أشهر أخبرها الزوج أنه سيغيب عن البيت يومين فاتصلت بأمها بعد أن شعرت بألم كبير وعندما جاءت الأم ومعها الطبيب عرفت الزوجة بأنها حامل ففرحت كثيرا وتمنت أن يغير هذا الخبر حياة زوجها لحمد الله أثناء غياب زوجها اتصلت بإخوته وطلبت منهم التنازل عن القضايا التي في حق زوجها ووعدتهم بأنها ستقنعه بإعطائهم حقوقهم ويكون الحل ودية وطلبت منهم الحضور بعد يومين عند عودته فوافقوا على طلبها ومعد يومين وأثناء ما كانت الزوجة تصلي المغرب عاد زوجها وظل ينادي عليها وعندما عادت بعد دقائق مبتسمة اعتدى عليها دون أن يعرف سبب تأخرها عليه فأغمي على الزوجة وسقطت على الأرض وظن الزوج أنها ماتت وفي هذه الأثناء رن جرس الباب وفوجئ عندما شاهد إخوته يدخلون عليه بالهدايا ويخبرون بأنهم تنازلوا عن القضايا بناء على طلب زوجته ثم سألوه عنها فأخذ يبكي ويقول لقد افتقدت هذه الزوجة الصالحة فوجئ الإخوة بالزوجة على الأرض وعندما أفاقت قالت لقد أغمي علي بسبب الحمل ففرح الإخوة وكم كانت سعادة الزوج برؤية زوجته على قيد الحياة وبعلمه بقدوم أول مولود له وبتنازل إخوته عن قضاياهم ضده فذهب يتوضأ ويصلي ويدعو الله أن يسامحه واعتذر لزوجته عن كل إساءته لها وأعطى إخوته حقوقهم وسط فرحة الزوجة التي تقبل الله دعاءها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين كحمد الله جل